احنا نرجع للصمام بتاع فارس بقى صمام مترالي صمام مترالي هو صمام الموجود بين الأزين الأيصر والبطين الأيصر ويمنع الدم من الرجوع إلى البطين إلى الأزين الأيصر لما البطين الأيصر ينقبط يوم الدم يمش في اتجاه ده ما يطلعش تاني ليه؟ لأن ده هو بيعمل كده يروح قفل قفل خلاص قفل باب قفل في مرض سخيف جدا 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 بس الحمد الله ابتدى يقل جدا في مصر اسمه الحمى الروماتيزمي مرض سخيف اسمه الحمى الروماتيزمي غوية تباوض الصمام مترالي مزاجها كده ويبوض بثلت أشكال إما يبوض ما قفلش فانيجي بقى البطين الأيصر اللي حفظته ينقابط الدم بدل ما يطلع بقى في الأورطة يروح رجعتين الأزين الأيصر ما هو مقفلش مقفلش ده اسمه ارتجاع ارتجاع السمام المترالي تقول لي يتعالج طبعا طبعا كله له علاج أو يبقى ديق الحمى الروماتيزمية برضه تديقه يوم الدم وبيعدي من أزين الأيصر البطين الأيصر يجل صعوبة لأنه ديق باب ديق وأنا معدي بولادي لا احنا متدايقين عشان باب داق له علاج طبعا له علاج فالثمام المترالي قد يصاب بالارتجاع أو بالضيق أو بالضيق والارتجاع في أين الواحد تصري مش فاهد يعني واحد طويل بس قصير يعني يضيق وارتجاع اقول لك باب قطك باب القوضة بتاعتك صغر طولك بقى قد كده وانت داخل القوضة متدايق لأن الباب صغير أنا متدايق انا داخل ولما دخلت ما بيقفلش ما بيقفلش فيبقى مفتوح لكن هو ديق فيبقى ضيق وارتجاع في أين واحد الحالات دي بنشوف مساحة الصمام قد ايه بحاجة اسمها الموجات الصوتية للقلب الايكو اللي كلك سمعتوا عنه ده بيجيب لي مساحة سطح الصمام لو مساحة السطح الصننة تسعة من عشرة تمانية من عشرة سبعة من عشرة حاس جراحة مش حاجة تفتحها والجراحة انواع كتير جدا جدا لو انا سني صغير والصمام مش متكلس ومش وحش ادخل جوا بلونة وانفخها ادخل جوا الصمام بلونة وانفخها طرق عاملة كده خلص فتح الصمام ويرجع زي الاول عمل ايه اه عمل ايه تعمل بايه بأسطرة يعني ايه يعني مش هفتح سر ايه ولا هفتحه كده ولا كده مش هفتحه طب نعملها في مين بنوتة متجوزتش لسه لا داعي اشوه لها سدرها تقول لي طب ودل ممكن يقفل تاني او انك يقفل بس تكون تجوزت بقى وخليفت مش هتفرق بقى معانا اما نعمل عمل ايه انما ده البلونة ممكن نفتح الصمام باللونة او نغير الصمام انواع الصمام انواع كثيرة جدا 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 فيه صمام بشري يعني ناخده من واحد متوفي نركبه للانسان او صمام حديد مثالك فكل دول صمامات فانت ما قلتش اي حاجة عن مساحة سطح الصمام اللي تخليني اخد قرار اللي بياخد القرار بياخده على مساحة سطحه تقول لي طب والسماعة ملهاش دور اقولك يا اه تصدق لو قلتلك السماعة ادقم الايكو تصدق يعني بالسماعة انا ممكن اقول ده دايق جدا عندنا ثلاث حاجات بنا عربية دايق اول لا ثلاث اللي ودنه عدله يجيبه قبل ما الايكو طبعا لازم حعمل ايكو طبعا بس اذا طلع دايق انت ما قلتش مساحة وقديه احيانا الايكو اللي من خلال الصدر ما يجيبش الصور زي ما انا عايز فبنعمله من خلال المريء يبقى ايكو من خلال المريء بنجيبه ايه مساحة سطح الصمان المفتوح المفتوح منه قدي ايه سنتي ونص اتنين سنتي مش عايز اعمليه اقل من سنتي عايز براحة فده مهم جدا جدا قبل ما نتكلم بس انا يا يا فارس نصيحة لوجه الله بطل تطغي نصيحة الالم اللي بيجيلك في صدرك يعني لانك سنك اه 14 سنة ما يخوفنيش ليه في نوع من انواع الام الصدر بتيجي لما العين يعرف ان عنده مشكلة تقول يعني ايه مش فاهم اقولك يعني قلم نفسي يعني مثلا واحد انا اعرفه كويس جدا جيه طبعا ممنوعه الاسامي مرضى بتاتا لعب كرة في نادي كبير نادي كبيره لعب كرة ايه فاضيع بكشف عليه عنده ضيق صمام قاعدت شوفه عائل اقوله ولا مش عائل المهم انا ما قلتلوش وقلت طبعا لازم حد من العيلة لازم يعرف لازم عشان ما تبقاش متابعة فقلت الاخوك كبير ده عنده ضيق صمام اخوك كبير راح ايه له مش بقى يسندوه بعد ما عارف يسندوه اي واحد فينا اما يصدم بانه عنده حاجة في القربي هو مش عارف انه عملهش لازم هو معرفش عندي صمام يعني هر يسوي بس افلام العربي كلهم اللي ماتوا ماتوا بصمامات خلاص يبقى هو زيه فالقلم اللي عندك يا فارس غالبا غالبا انا اشفتكش قلم نفسي لما عرفت ان عندك صمام انت كصمام هتروح تكشف عند حد قلب اول سؤال هتستطيعقوله تقوله مساحة سطح السمام قد ايه؟ هو هيقولك ده ما يستهلش ما يستهلش لا دوة ولا جراحة ما نعمل فيك ايه يا فارس نعمل فيك ايه؟ متابعة متابعة اوعى تسيب نفسك كل اربع شهور يعني ثلاث مرات في السنة هتروح تعمل ايكو تشوفه تقوله هو ممكن يتغير اقولك اه ممكن ممكن جدا 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 اللي هو كان سانتي ونص يبقى سانتي واثنين من عشرة اللي كان اتنين سانتي يبقى سانتي ونص فالمتابعة مهمة جدا جدا